اشتركوا في القناة مقرونة بعظيم الامتنان والولاء لجلالته بهذه المناسبة واكد سمو في برقيته ان الحرس الوطني اصبح قوة فاعلة وركزة اساسية في المنظومة الدفاعية والامنية للمملكة وذلك بفضل رعاية جلالة الملك المفدى السامية ودعمه رعاه الله اللامحدود له منذ مراحل تأسيسه الاولى واشاد سمو رئيس الحرس الوطني برؤى جلالته السديدة لهذا الصرح الوطني والتي سجلت له فصولا متتالية من القوة والبناء ومكنته من الوقوف بعزم وثبات في ميادين الواجب الوطني دفاعا عن سيادة المملكة وحفظا لامنها وحماية للمكتسبات والمنجزات التي اشرقت في مسيرة النهضة والازدهار التي ارساها جلالته لوطننا الغالي مجددا سموه العهد والولاء للمقام السامي لصاحب الجلالة بان ظل جنودا مخلصين للوطن تحت راية جلالته داعيا المولى العلي القدير ان يحفظ جلالته ويعديمه ذخرا وعزا لوطننا الغالي وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية الى سمو رئيس الحرس الوطني اعرب جلالته فيها عن شكره لسموه على تهانيه بهذه المناسبة واشاد جلالة الملك المفدى بالدور البارز لهذا الصرح الوطني الكبير في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته الحضارية الى جانب قوة دفاع البحرين ووحدات الامن العام مشكلين جميعا الحصن الحصين لامن واستقرار وطننا العزيز معبرا جلالته عن عظيم اعتزازه بما حققه الحرس الوطني بالانجازات كبيرة منذ انشائه حيث خطى خطوات ثابتة وكبيرة لتحقيق المزيد من الامن والاستقرار والذود عن حمل وطن ومكتسباته ودعم مسيرة الخير والعطاء مهنئا جلالته بهذه المناسبة العزيزة سمو رئيس الحرس الوطني وجميع منتسبية الحرس الوطني من قادة وضباط وافراد سألنا الله تعالى التوفيق والسداد للجميع لمواصلة خدمة الوطني وحمايته سألنا الله تعالى التوفيق والسداد للجميع ترجمة نانسي قنقر